كارلوس كروش مشي خلاص مشي جيبنا مدير فني جديد هيلعب تصفيات كاس الأمم الأفريقية في شهر 6 اللي جاي عشان يلعب كاس الأمم الأفريقية بعدها بعام في كوديفوار لو الراجل ده لم يوفق وكسب هيمشي تاني هنفضل نلف نفس الدائرة مدرب يجي 6 شهور مدرب يجي 8 شهور مدرب يجي سنة ونمشي ده ما بيحصلش ودتكم مثل بديدي شامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي قبل كده وهعيده تاني وهفضل عيده تاني عشان ده بالنسبة لي أهم نموذج وأفضل نموذج مدرب تعايدت معاه أو تعايد معاه الاتحاد الفرنسي في 2012 بعد سنتين لعب كاس العالم 2014 وخرجت فرنسا بشكل سيء جدا من دور التمانية في كاس العالم مشي وهو مفوض يقوله بقى احنا فرنسا احنا على الأقل نبقى في الفاينل أو السيمي فاينل مشي من دور التمانية وكسب دور الستاشر بالعافية وقتها وصعد دور التمانية وخرج لعب اليورو كاس الأمم الأوروبية هبتكلم مع ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي كاس الأمم الأوروبية في 2016 في فرنسا وخسر المباراة النهائية قدام البرتغال لأكيد كان وقتها على الورق أقل بكتير من المنتخب الفرنسي وكمان ده بيلعب على أرض المنتخب الفرنسي وخسرت فرنسا المباراة النهائية ديشامب مشي؟ لأ من 2012 إلى 2016 خسر كاس العالم خسر اليورو ومكمل ديشامب النتيجة كانت ايه؟ في 2018 بعد 6 سنين من بقاء ديشامب مديرا فنية للمنتخب الفرنسي وكان على انتقادات جماهرية كبيرة خد كاس العالم 2018 خد كاس العالم بعد 20 سنة من فوز فرنسا بكاس العالم 98 فكرة الصبر على المشروع بالمناسبة مفيش فريق أو منتخب يقدر يخش أي بطولة ووضع من انه يكسبها مفيش في العالم إلا لو انت بقى مستواك يعني فريق جدا على فكرة ممكن يبقى عندك لعبة محترفين وعندك قطاع ناشئين رائع وعندك ملعب عظيمة وعندك دوري محترم ومنظم وما فيش توقفات وممكن تخسر برضو مهديك كورة دي اللعبة دي فكرة اللعبة مكسب وخسارة ممكن تخسر بس تبقى شايف مشروع ماشي بشكل صحيح وسليم هتخسر النهاردة بكرة أكيد هتكسب لو انت عامل المشروع صح لكن فكرة انه هنفضل كل شوية ندور في الدائرة بتاعة التغيير المدربين دي حاجة صعبة ومؤزية ايطاليا بالمناسبة وانا قلت لكم المسأل بتاعة ايطاليا ده قبل كده ايطاليا ايطاليا خرجت خرجت من كاس العالم اللي جاي للمرة التانية على التواني ايطاليا لكاس عالم لمرتين متاليتين ما بتشاركش والمدرب منشيني اللي لسه كاسب اليورو مكمل مع ايطاليا مكمل عشان في ايطاليا شايفين انه عنده مشروع وشايفين ايه بقى خد بالك من النقطة دي شايفين ايه ان ايطاليا كمنظومة كورة فيها خلل ما فيها مشاكل كثيرة ايطاليا يا جماعة ما عندهاش مهاجم صريح حتى هذه اللحظة ايطاليا مش قادرة تطلع مدافعين كبار بعد كيليني وبانوتش ما عندهاش ما عندهاش طيب هل انا بقى كاتحاد كورة ايطالي اروح حاسب المدرب اقول انت اللي خسرتين الواحدي لا ما انتو عندك يا جماعة منظومة نفسها فيها شوية مشاكل طيب تعالوا نعديل منظومة دي تعالوا نشوف الدورة في ايه مشكلة تعالوا نشوف اليوينوس اللي كان يبقى في السماء وفجأة ينزل الارض تعالوا اقول لي ميلا اللي مش منتظم في السبات في المستوى بقاله فترة السنة دي صح بينافس على الصدارة بس كان بقاله فترة مختلف الفرق الكبيرة دي ايه المشاكل المشاكل اصلا في الدورة الايطالية ده الناس بقى في العالم كلهم بقواش يشوفوه او حتى اللي عمين بقواش يهتموا ان هم يروحوه ففيه منظومة فيه خلال ماء في المنظومة في الكرة الإيطالية هيحملوها المنشيني وقولوها مش انت لا فيه خلال تعالى نساعد بعض ونسلح تفاصيل كثيرة جدا النهاردة بدأ الناس بسرعة أول ما قالوا سكلوش مشي احنا عايزين سين وعايزين ساد وعايزين ضاد وعايزين فلان طب عايزينه مصري ولا عايزينه أجنبي ولا عايزينه ايه لا يا جماعة حزبة المدرب ما بتتحسبش كده مع كامل الاحترام لكل الأسماء المصرية وحتى الأسماء الأجنبية اللي ترحت وقولوكم على بعض الأسماء اللي ترحت الكسة بتبقى معايير حط لي معايير حط المعايير وبعد ما تحط المعايير ابدأ قول مين بقى اللي لايق على المعايير اللي أنا حطيت طب الكلام على التحدي الكرة المصري حط معايير قول مثلا مثلا أنا عايز المدير الفني القادم لمنتخب مصر ينزل بمعدة الأعمار مثلا لخمسة وعشرين سنة مثلا أنا بقول مثلا اتحاد الكرة هو اللي هيبقى شايف في المنظام اكتر عايز المدير الفني لمنتخب المصر اللي جاي يكون مدرب هجومي مش مدرب له اتباع دفاعية مثلا عايز المدير الفني القادم لمنتخب مصر انه يكسبني كاس الامر الافريقية ويوصلني الكاس العالم ويخلينا اصعد مثلا لدورة 16 في كاس العالم مثلا دي تم محاطق في المدرب عايز المدير الفني القادم لمنتخب مصر يبقى عنده شخصية قوية يبقى عنده شخصية مرنة يبقى أي معايير تحطها وبعد ما تحط المعايير دي تيجي تقول مثلا سين مش عايز أقول لك لا أسمعها أقول لكم لا أسمعها بعض الفاصل سين عنده تلات معايير من الخمسة دول ماشي ممكن اللي بعده عند أربعة ده أحسن طيب اللي بعده لا عنده يعني معاييرين بس من المعايير دي فمش هيبقى كويس أو رغم أنه اسمي كبير وكل حالي بس مش هينفع معايا في الفترة دي دي المعايير اللي بتتحط لكن احنا دايما بنعمل إيه ما تيجي نجيب دوا ما ده شكل كويس ده بيعرف يضرب طيب ده روح طيب ده فنيات طيب ده أصله حماسي طيب ده أصله خبرة طيب ده أصله اللي كسبنا قبل نقعد نقول كل واحد يحط معايير ويمشي عليه بس اختيار المدرم مش بمعايير واحد بكذا معيار عشان ما يتحطش في الموقف اللي بنتحط فيه كل شوية